كل الشكر تقدير للزميل عبد العزيز على هذه الرسالة ونزلها تواصل معكم من خلال هذا البرامج وهذه الفقرة الحوارية في هذه الحلقة ولقاء الهواء المباشرة مع الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى القطري وعضو المجلس الاستشاري ومدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل بدولة قطر حياة شاء الله دكتورة نرحب فيك معنا في بلدك الثاني لكويت والحديث إن شاء الله سيكون حاول مشاركتك في المؤتمر الأول الذي تقيمه المنظمة العالمية لحماية الطفل بعنوان الطفولة بين الحق أيضا في التعليم وسبل الحماية التربوية والمزيد من المواضيع الخاصة في هذا الموضوع وأول محور الذي هو الطفل ولكن بعد هذا التقرير سوف نرجع احتلال دكتورة هند المفتاح في برامة مساء الخيري كويت ودعي نتكلم عن مشاركتك اليوم السلام عليكم مرغبا السلام عليكم أشارك في المؤتمر الأول للمنظمة العالمية لحماية الطفل بصفتي كما تفضلتم عضو في مجلس الإدارة والفريق الاستشاري وأيضا مديرا لمكتب المنظمة فرع دولة قطر واليوم تنفتتاح للمؤتمر الأول وترأسة الجلسة الأولى والتي تناولت بمناقشات التشريعات الخاصة بحماية الطفل جميل طيب الدكتورة يعني شنو اللي يضمن التعليم كحق للجميع حق من حقوقه التعليم بلا شك يعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي يتبن يتحلى فيها كل إنسان في العالم فهو يضمن له الحياة الكريمة ولهذا يمكن قانون الدولي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 أشار إلى حق التعليم وهو أساس تطور المجتمعات بكافة مجالاتها وربما سبق ذلك القرآن الكريم سبق الأمم المتحدة بـ 1400 سنة عندما قال بقوله تعالى قرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من العنق فالتعليم في الإسلام لم يعتبره امتياز أو مكرمة بشرية بل حقا لتمكينه في الأرض نعم دكتور أهند ذكرت طبعا مشاركتك اليوم ترأس الجلسة الأولى الخاصة بتشريعات خاصة بحماية الطفل نعود رجع لهذه الجلسة تناولت اليوم الجلسة سرد تاريخي لجميع التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية التي صدرت في حق حماية الطفل وصيانته والعاية وتنميته وعرجنا على التجربة الكويتية في تقييم الإطار القانوني للحماية للحماية الجزائية للطفل وأيضا تجربة اللجنة الوطنية أو المكتب الفني نصحة للتعبير بتسميته لحماية الطفل التابع أعتقد لبعض الجهات لذات الصلم وأيضا عرضنا إلى تجربة الجزائر في تكريس حق الطفل في ممارسة الرياضة طيب أنا برجع حق التعليم لماذا يعتبر هذا الحق أساسي التعليم يعتبر حق من الحقوق الأساسية لي إنسان للعيش بحياة كريمة فهو أساس تطور وتنمو الإنسان فكريا وبالتالي نمو المجتمع الذي ينتمي إليه ولو استعرضنا تجارب الدول التي نصحها لتسميتها بالمتقدمة أو حتى الدول التي خرجت من أزمات اقتصادية وسياسية لوجدنا أن الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق التعليم تحديداً هو المحور الأساسي أو العنصر الفعال الأساسي في تنمية هذه الشعوب فالتعليم ليس فقط لإصدار التقارير للتنمية البشرية ولكن لتنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ولنشر قيام التسامح والإسلام حتى للتقلب على الأزمات السياسية والحزاب الطافية وغير ذلك من الصراعات البشرية نعم دكتور أنت تتركت لموضوع مهم جداً وهو عملية الاستثمار في العنصر البشري فعلاً استثمار في العنصر البشري يقودك إلى النجاحات في شتى المجالات سواء كانت ثقافية اجتماعية علمية واقتصادية أنودي أطرق إلى الموضوع المشاركة وأهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تقام بين فترة وفترة أخرى وهذا المؤتمر الأول الذي يقام في الكويت خاص بحماية الطفل أنت كنت تتحدث عن المؤتمر أو المشاركة بمعنى أصح وأشمل المشاركة فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل فهي موجودة منذ سنوات يعني منذ سنوات قيمة العديد من المؤتمرات وشرعت الكثير من القوانين وإنشأة العديد من المؤسسات بالذات من مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الأهلية وهذه المشاركات تعزز أول شيء المعرفة المتبادلة بين جميع الأطراف لأن نحتاج في مجتمعاتنا توطين هذه المعارف وتوطين الخبرات لذلك كان من الصعب جدا استيراد بعض المعارف والخبرات كما هي من الدول القربية وتطبيقها في دولنا فهذه المشاركات تفيد كثير في توطين المعارف وتبادل الخبرات وتقنينها وبحث أفضلية ممارساتها في مجتمعاتنا العربية ذات الخصوصية الخاصة طيب بالنسبة حق الدول شنو هي التزامات الدول في احترام الحق في التعليم أولا المشاركة في توقيع الاتفاقيات الدولية التي تتنص على هذه الأمور ثاني شيء إصدار تشاريع خاصة داخل كل دولة لتتناسب مع توطين هذه الاتفاقيات ثالثا وهو الأهم عدم الاكتفاء بالتوقيع الاتفاقيات ولكن تحويل هذه الاتفاقيات إلى أفعال وخطط تشغيلية وخطط استراتيجية وإنجازات ومؤشرات فعلا يمكن قياسها نعم دكتور أفي حديثة أيضا ذكرت أن الاختلافات التجربة الغربية وتمكينها أو توطينها في التجربات هناك معايير مختلفة ومختلفة يعني شوان نوطنها في النواحي الإيجابية أنا ببحث بعد عن أي ناحية سلبية نخليها تجارب مميزة وإيجابية بشكلها خلينا نتكلم بصراحة لا يمكن أن ننكر بأن أفضل الممارسات التعليمية موجودة في الدول الغربية ولكن هذه الممارسات وضعت في هذه الدول لتتناسب مع طبيعة هذه الدول من حيث خصوصية المجتمعات العربية نوعا ما تختلف من حيث الثقافة والعادات والتقاليد والدين إلى آخره توطينها يعني بمعنى إعادة تطوير هذه الممارسات أو المناهج أو أين كانت ما يتم استرادة منهم أو نسخهم بطريقة تتوافق مع خصوصية المجتمعات التي نعيش فيها وخصوصية متطلبات مراحل التنمية التي نمر فيها طيب دكتورة شون شايف التعليم بشكل عام من منطقة الخليج العربي؟ الخليج العربي تقدم بشكل كبير وبالذات من نواحي المؤشرات الكمية ولكن ما زلنا نعاني من مسألة الجودة في التعليم الجودة لا يعني فقط التوافق مع متطلبات سوق العمل ولكن الجودة بمعنى تخريج خريجين قادرين على قيادة عناصر التنمية ومجالات التنمية حسب متطلبات مجتمعاتنا التي تختلف من دولة إلى أخرى يعني يمكن أن يكون التوجه اقتصادي الدول الكويتي بعمل التوجه الصناعي وهكذا فهذه الجودة ما زالت شوي مثار جدل ولكن المطمل في الموضوع أن جودة التعليم هي قضية جدلية وقضية عالمية لا تتعلق بمنطقتنا الخليجية وتعلق بجميع الدول يمكن في بعض الدول رسكن تنافية مثل فنلندا ويعني تقدمت نوعا ما تميزت فيها لكن مرة أخرى كما يقال لأن التعليم تم تطويره في هذه الدول بما يتناسب مع طبيعتها وخطاتها الاستراتيجية القصور يكمن في شنو دكتورا ليس في التخطيط نحن ممتازين في التخطيط وهذه وجهة نظر شخصية وقد أكون خاطئة فيها القصور بالنسبة لأنا أشوفها في الإدارة والتنفيذ والتقييم والمتابعة والتطوير يعني عملية التنفيذ التنفيذ دكتورا في تحت محاورك كثيرا الأمانة يعني تحتاج بروح حلقات خاصة أنت طرقت إلى جودة التعليم وارتباطها بالاختلاف والتخطيط ومتطلبات التنمية ذكرت أيضا في حديثتش أن متطلبات التنمية ما هي متطلبات التنمية التي تساهم في عملية الاستثمار الصحيح في العنصر البشري في التعليم بشكلها؟ شوف أنت تتكلم عن متطلبات التنمية أولا وآخرا رأس المال البشرية الاستثمار في رأس المال البشرية تنمية القدرات البشرية الوطنية أو حتى المهاجرة الموجودة الغير المواطنة ولكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع تطلعات كدولة أو كمجتمع في جميع الخطط سواء كانت اقتصادية سياسية اجتماعية إلى آخر رقم الثنين وليقل أهمية عند العنصر الأول الإرادة 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 المرتبطة بالإدارة الجيدة والحوكمة الرشيدة قد تجد الإرادة ولكن لا تجد الإدارة وهو العكس صحيح لهذا الإدارة الإرادة يجب أن ترتبط بالإدارة والحوكمة الرشيدة يعني بصراحة جميل جداً ما تكون معنا هنا دكتورة استفدنا من حديثة وحوارة لكن أنا أريد أن أعرف كيف تكون تجربة التعليم في دولنا تجربة ناجحة لا ينقصها شيء إذا توفرت الإرادة في الإدارة والإدارة والحوكمة الرشيدة واتفي وجد التعليم الجيد نعم دكتورة مخرج يبلغني عندي دقيقتين تقريباً رسالة واتحبين توجهينها من منبر هذا البرنامج الرسالة الإليمية بشكل عام مفتوحة شكل عام عن التعليم يعني في مجال التعليم لا هي مفتوحة وليس شرط التعليم أنت رسالة ثقافية علمية عددية كيف تت يعني تعتبر في كلمة أخيرة يمكن أن تهز هذه الفرصة ووجه رسالة للبشر لأننا جميعنا ببداعنا في البشر في المنطقة الخليجية الآن الأوان أننا نتكاتف الآن الأوان أننا نتخلى عن مفهوم دولنا كدولة ريعية والاعتماد عليها بشكل تام يجب أن نقف يداً بيد مع حكوماتنا ومع دولنا في بناء أوطاننا وحمايتها وصيانتها من كل المتقيرات الخارجية كل الشكر لك وطبعاً أكيد بهذه الرسالة نختم هذا اللقاء دكتورة ياطيش ألف عافية إذن مشاهدين أفاصل نرجع خليكم معنا اشتركوا في القناة